إلى ذلك وصفت الخارجية التركية قرار مجلس محافظة كاركوك بشمولها في استفتاء إقليم كردستان وصفته بالانتهاك الخطير للدستور العراقي الخارجية في بيان لها أكدت أن القرار اتخذ وسط مقاطعة الكتلتين العربية والتركمانية عدة القرار بأنه حلقة جديدة في مسلسل الأخطاء ولفت البيان إلى أن تركيا أبلغت الحكومة المركزية العراقية وسلطات الإقليم برأيها الرافض للاستفتاء وعبرت عن قلقها حيال القرارات التي اتخذها الإقليم كما حذرت أنقرة من مخاطر شمول المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء